أكيد سنة الحياة سنة الحياة لكن أنا عايز أقولك إيه الفايدة فيه في الرياضة هو إحنا لو كلمنا مشكلتنا في مصر في الرياضة هتلاقيها إن إحنا ما بنشتغلش الرياضة بشكل احترافي خالص إحنا بنشتغل وبرضو كلها تحت ضغوط والضغوط دي بتخلينا نعمل تجاوزات يعني نعمل شغل تحت ضغوط أقولك أنا يعني أنا عايز أفهم أنا أشعارف أصلا بحيبك أفهم ربيع سين أوي أنا شايف إن هو يعني اتظلم كتير فعلا إن هو ما اشتغلش في منصب مدير فني نادي كبير في الكور نتيجة الضغوط دي هو مش بيقض مع الناس هو مش اجتماعي هو مش كذا لو قلبنا الموضوع للفولي برضو ممكن تلاقي الضغوط دي موجودة ممكن تلاقي أوليها الأمور دلوقتي بقى ليهم ضغوط مع مجلس الإدارات في الأندية كلها لم تكلمش على نادي لم تكلم على الأندية بيبتدوا يضغطوا في المدربين اللي يتحطوا إزاي لا المدرب ده لو ما بيلعبش ببني ما بيلعبش بنتي فبتلاقي في الآخر أنت بيبقى المنتج مش مش احترافي خالص الموضوع ده إحنا من أول لما بيبتدين قاومنايا كان عندنا مشكلة إزاي إن إحنا نعمل فرق وده كان مش هو هدف ودي ديجلة في الأول كان قايمة على الأكاديميات اللي حتجيب يعني فلوس وكده كنت الحمد لله أنا كنت صاحب فكرة إن إحنا إن إحنا نبتدي نعمل فرق بتدفع فلوس اللي هما الصغيرين وده أمر كل الأندية في مصر اكتشفت إنه ده لازم يحصل لأن رياضة كرة الطائرة زي ما حدك عارف ما هياش رياضة شعبية ما هياش رياضة بتجيب فلوس من المباريات هو ممكن ده يحصل وفيه تأثير في مصر عموما إن ده ما بيحصلش لكن أنا جات فكرة إن أنا إن أولياء الأمور هما اللي سهموا في البداية في تكوين الفرق ليه؟ إحنا نادي ودي دجلة خمس فروع ودلوقتي بقينا ثمان فروع وقريب هنبقى أحد وصر فرق الفروع كتير جدا لا يمكن أي نادي يقدر يصرف على كم الفرق اللي موجودين أولاً فضل الله إحنا دلوقتي عندنا في ودي دجلة 75 فريق كرة طايرة عندنا 1200 أو 1300 العيب متسجلين في الاتحاد يعني أقدر أقولك إن عسر العيبة الكرة الطايرة في الناشئين هم موادي دجلة القاعدة دي احنا تعبنا قوي إن احنا نعملها وكانت يعني ممكن كابتن هاني بدون مواطعة كلام حبرتك هل ممكن دجلة نفس على بطولة الدولة المصري ممتاز في كرة الطايرة أو حتى في قطاعات الناشئين أو حتى أنا أتكلم على الدرجة الأولى عشان دل بيكون عليه الإسباط هو إحنا الناشئين خلاص إحنا بقينا بقينا المنافس للأهلي في كل المنافس ولكن إمتى دجلة أكيد حدث خطة إن أنتوا تكونوا بقى الأبطال خدنا إحنا بطل تحت 17 سنة بطولة القاهرة كان فيها الأهلي خدناها إحنا بطل 14 سنة قاهرة وجمهورية إحنا في 12 سنة مثلا واخدين 3 مراكز من الستة الأوائل ودي حاجة عجاز إحنا في 13 سنة واخدين أول وثالث إحنا خلاص إحنا واخدين هي الطريق السكة اللي جاي ده هيحصل إزاي أنا شايف في الولاد بتبقى الأمر صعب شوي يعني لو جينا نتكلمنا في موازنة الكرة الطايرة في الأندية الكبيرة زي الأهلي والزمالك مثلا أنت بتلاقي إن الموازنة بتاعت العود لوحدها تتخطى لعشرين مليون جنيه ده بالنسبة لنا صعب فبالتالي أنا عندي كم كبير من اللعيبة هل أنا هقدر أو نادي ودي دجلة هيقدر إن هو ينافس الولاد والبنات إن إحنا ناخد بطولة يعني أنا شايف إن البنات قريب ممكن ممكن نقدر نعمل ده لأن إحنا عندنا قاعدة كبيرة في البنات والعيبة محمد يزعل كده عشان خطر لكن أنا سبتله هنا ما قلت في الولاد كانت محمد كده يزعل يقول بقى فين المنافسة ما فيني يعني لكن في الولاد بتبقى صعب شوي أنا معرفش برضو الإدارة هي ممكن نوصل إيه لكن إحنا كل شوي بيقى فيه جديد معانا في الأمر ده وأنا زي ما قلت لك إن هي الإدارة بتتعاقب اللي بتدير الرياضة من سنين من أول دكتور علاء جابري لو كان يعني ده كان ناقب بيس لجنة اللومبية ده أول من اشتغلت معاه في الرياضة وتعاقبت بقى اللي كان المسؤولين عن الرياضة كابتن كريم دارويش دكتور رحمد عبد الفتاح ودباية المهند السامح ناجي كلهم هما بيديروا الرياضة بأسالية مختلفة لكن تحت سيستم واحد محتوط من طبعا من كابتن ماجس سامي أو من الإدارة طب هل حراك السيستم اللي محتوط في كرة التائرة في مصر بشكل عام مش بكلم على ديجلا هل حراك عندك بعض التعليقات عليه سواء الإيجابية أو السلبية بصراحة طبعا يعني أنا يعني في مشكلة إدارية جبارة بتقابلنا وبرضو بتقابلني في ديجلا إن أنا اللوايح كل شيء بتتغير ليه التحديات التحديات كل شوية بتتغير يعني يا كفي أقول لك كفاية أنا أقول لك إن إحنا بقلنا أكتر من خمس سنين مثلا إحنا في التحديات مؤقتة يعني كل شوية تحسن انتخابات تترفع قضية الناس تمشي تيجي لجنة مؤقتة اللجنة المؤقتة تيجي شوية وبعدين يتعامل انتخابات تتعامل عليها تاني قضية يعني طبعا عدم الاستقرار ده مشكلة كبيرة جدا يعني عشان كده كرة الطائرة في مصر ممكن نول على صعيد المنتخبات مش محققة نجحات هو بص يعني أنا مقدرش أقول إنها مش على صعيد الأندية الأندية محققة الأندية زي معناك عالف يعني طبعا أبطال أفريقيا على طول نادي الأهلي ما شاء الله وكان قابليه نادي الجيش لما أنا استغلت برضو فترة احنا خلق نقطة أفريقيا فيها مع كابتن شريف شميرلي وكابتن ياسين أمين لكن المنتخبات أنت عندك جيل كان عظيم جدا اللي هو استلم مننا اللي هو جيل بتاع أحمد صلاح وعبد الله الجيل ده عمل خمس بطولات أفريقيا وراح كاس عالم أربع خمس مرات وراح أولمبيات مرتين جيل طبعا عظيم لا عمل طبعا بس كان جيل زاخر بالمواهب وخاد إعداد كويس أول من كان ما هو صغير الجيل ده هو شاهل مصر بقاله دلوقتي أكتر من 12 سنة زي ما احنا قعدنا برضو 12 سنة الجيل بتاعنا